السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطلبات التعليم الفني التجاري أهلا ومرحبا بيكم معي النهاردة في حلقة جديدة من حلقات برنامج في بيتنا مدرسة بحييكم من قناة مصر للتعليم الفني بالتلفزيون المصري حلقتنا النهاردة إن شاء الله هتكون لطلبة الدبلوم إصافة الثالث الثانوي التجاري شعبة الشؤون القانونية النهاردة بن شاء الله الحلقة الثالثة من حلقات اللي هنشرح فيها مادة مبادئ قانون المرافعات ده الدرس الثالث أو الحلقة الثالثة إن شاء الله هنشتغل فيها مع بعض النهاردة طب عنوان حلقتنا إيه النهاردة أو إيه الدرس اللي احنا نشتغله مع بعض اسمه الحجز التحفظي على المنقول طيب قبل ما بنتجي في الدرس الجديد بتاعنا زي ما احنا متعودين إن احنا بنعمل مراجعة سريعة في شكل سؤال وإجابة على الدروس اللي احنا خدناها قبل كده أو على جزء كبير منها بحيث إن احنا يبقى في حلقة واسق بين الدرس اللي احنا خدناها قبل كده أو الدروس اللي احنا شرحناها مع بعضه بالدرس الجديد علشان ما يبقاش فيه أي حاجة في المادة إحنا مش فاكرينها أو أي جزئية احنا الجديدة من الشحر بقى احنا مش فاكرين اللي احنا شرحناها قبل كده عشان نبقى ربطنا المادة كلها إيه مع بعض تعالوا نبتدي زي ما قولنا مراجعة على كل اللي احنا خدناها قبل كده في شكل سؤال وإجابة السؤال الأولاني بيقول لي ما هي الشروط الواجب توفرها في محل الحجز هقوله الإجابة أن يكون محل الحجز مالا اتنين أن يكون المال مملوكا للمدين ثلاثة أن يكون المال قابلا للحجز يعني شيء نقدر نحجز عليه أو شيء يكون قابل للحجز عليه السؤال اللي بعده محل التنفيذ عن طريق الحجز والبيع لا يكون إلا مالا هقوله الإجابة صح والغلط هقوله الإجابة صح يبقى محل التنفيذ ما ينفعش يكون عن طريق الحجز أو البيع والبيع إلا لازم يكون إيه مال يستوي أن يكون محل الحجز نقط نقديا أو نقط ماليا واردا على شيء منقولا أو عقارا هقوله يستوي أن يكون محل الحجز مالا نقديا أو حقا ماليا واردا على شيء منقولا أو عقار تب تعالوا ناخد السؤال بشكل تاني هيقوله يستوي أن يكون محل الحجز مالا نقديا أو حقا عماليا واردا على شيء نقط أو نقط هقول لنا الإجابة إيه؟ منقولاً أو عقاراً لا يجوز الحجز على الحقوق المتعلقة بشخص المدين هقوله طبعاً الإجابة صح لأن دي حاجات متعلقة بيه؟ متعلقة بيه هو شخصياً بيستعمله هو شخصياً أو بتلزمه في حياته الشخصية يبقى لا يجوز الحجز عليها وتكلمنا فيها الحلقة اللي فاتت بالتفصيل طب لا يشترق بقى أن يكون المال محل التنفيذ مملوكاً للمدين طبعا صح لازم يكون الشيء اللي هيتم التنفيذ عليه مملوك لمين؟ للمدين يجب أن تثبت ملكية المدين للمال محل الحجز بعد الانتهاء من الحجز هقوله الإجابة غلط منذ بداية الحجز لازم يكون فيه إثبات على ملكية المدين لإيه؟ للشيء اللي هيتم الحجز عليه وده بيكون إمتى؟ منذ بداية الحجز مش بعد ما ينتهي الحجز يكون الحجز صحيحا إذا وقع على مال غير مملوك للمدين؟ هقوله غلط هيكون باطل هنحل السائلين إيه؟ لازم يكون فيه إثبات على أن المدين إيه؟ ملك للشيء اللي هيتم الحجز عليه يبقى هل هنا الحجز يكون صحيح؟ هقوله لا الحجز هيكون إيه؟ باطل طب بما بقى تفسر في بعض الأحيان قد يوجد مال مملوك للمدين ولكن ولا يكون بوسع دائنه اقتضاء حقه منه ما يقدرش يقتضي حقه منه ليه؟ هقوله الإجابة لأن هذا المال غير قابل للتصرف فيه من قبل المدين الذي هو إيه؟ مالكه أو لأن هذا المال لا يجوز الحجز عليه بموجب نص إيه؟ تشريعي هنا نص التشريعي اللي بيقول ما ينفعش يتم الحجز إيه عليه؟ طب أموال بقى المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه هقوله طبعا صح أنا كل أموالي بيتم الحجز عليها وبيتم بيعها عشان يتم استفاقه الدين اللي عليها يبقى كل أموالي ولا بعد أموالي؟ لا كل أموالي يجوز الحجز على مال سبق حجزه من قبل دائن أو دائنين آخرين طالما هما ما تصرفوش فيه أو ما باعوهوش طبعا ينفع ليه؟ لأن هما ما باعوهوش طب لو كانوا باعوه يبقى بالتالي ما يفعش أحجز عليه خلاص لأنه تم بيعه إنما لو كان الشيء ده تحجز عليه قبل كده من قبل دائن أو دائنين تانيين طالما ما باعوهوش يبقى نقدر أحجز إيه عليه؟ مدى يتم الكف عن بيع المنقولات المحجوزة؟ يعني نوقف البيع إمتى لو كان ثمن ما بيع منها كافيا للوفاء بحقوق الآخرين؟ أنا عندي شقة عندي عربية عندي قطعة أرض عندي محل عندي مصنع أنا عندي هول حاجات دي كلها ملكي وأنا علي دين علي مثلا مليون جنيه ديون طب بدأوا يبيعوا الحاجات دي عشان يسددوا الدين اللي علي باعوا الأرض والشقة والمصنع بس طب والحاجتين التانيين لا ما باعوهوش ليه؟ لأن ثمن الثلاث حاجات اللي اتباعوا دول يوفوا إيه؟ يوفوا الدين اللي علي هو مثلا مليون جنيه؟ يبقى هنا بيتم الكف عن البيع يعني إقاف البيع او ان احنا ما بنجد ما نتممش البيع او ما بنبيعش كل اموالي طالما ايه طالما الاموال اللي تم بيعها بتوفي ايه الدين اللي علي طب متى يتم بقى وقف اجراءات التنفيذ على بعض العقارات المحجوزة او تأجيل بيعه امتا هقوله الاجابة اذا اثبت ان صافي ما تغلوا امواله في سنة واحدة هيكفل الوفاء بايه بحقوق الدائنين الحاجزين زي مثلا انا عندي قطعة ارض عاملها مثلا زرعها عنب طب المحصول بتاع العنب ده اللي هو خلال سنة لما يطلع المحصول ويتم بيعه هيسد الديون اللي علي ايبا في الحالة دي ايه ما بيتمش ايه البيع طب بما بقى تفسر لا يجوز سواء لداء المرسل او لداء المرسل اليه الحاجزة على الخطابات الخاصة ليه لان بمجرد ما يتم ارسالها بتصبح ملكي مين بتصبح ملكا الخاصة للمرسل اليه انا بعت جوابات او انا بعت خطابات معينة خطابات خاصة بمجرد انا ما بعتها لقاسر الشخص التاني انا بمجرد ما بعتها له يبقى تعتبر هنا ايه بقت ملكه هو ملكة اثر مش ملكي انا يبقى في الحالة دي تعتبر ملك المين للطرف التاني مش ملكي بقى ما ينفعش يتم الحاجز ايه عليها طب بما تفسر لا يجوز الحاجزة على الشهادات بقى الدراسية واي اي اوسمة او صور عائلية ليه لانها بتمثل قيمة ادبية طبعا خاصة المين لزويها اللي هما المين لاصحبها طب لا يجوز بقى التصرف في اموال الوقف بالبيع ولا بالحاجز عليها دي اموال وقف لله تعالى بيقول لي هنا ليه ما ينفعش يتم التصرف فيها سواء بالبيع او بالحاجز ليه زي ما لسه قيله لان هذه الاعيان في حكم ملك ايه ملك الله سبحانه ايه وتعالى طب بما تفسر لا يجوز بيع العقار بالتخصيص وهو المنقول الذي يخدم العقار زي قالت الري والجرارات الزراعية اللي بيكونوا خصصا لخدمة الارض ارض المدينة الزراعية اللي هي الجرارات والالات والحاجات اللي هي بتغيب الارض الزراعية اللي هي بيتم الزراع عن طريقها يبقى لا يجوز بيع المنقولات دي ليه هقوله ليه الاجابة لانها تباعة للارض وبترصد لخدمتها وبالحاجز عليها بيتعطر الانتفاع بيها كوحدة انتجية متكملة بمجرد ما يتم بيعها ايه اللي هيزرع الارض ايه اللي هيطلع لمحصول وهنا بيعطي الالات والمعدات يبقى بيتالي هيحصل ايه هيحصل تعطيل لايه للانتاج لان الحاجات دي موجودة لخدمة ايه الارض الزراعية طب لا يجوز بقى الحاجز على ما يلزم المدين واسرته من فراش وسياب هقوله طبعا صح ما ينفعش احجز على الحاجات اللي هي فراش اللي هي الحاجات الموجودة في البيت اللي بيستخدموها للمعيشة او السياب بتاعته ما ينفعش يتم ايه الحاجز عليها طب لا يجوز بقى الحاجز على ما يلزم المدين واسرته من غذاء لمدة اسبوع هقوله هنا الاجابة غلط هي لمدة ايه شهر لا يجوز الحجز على الأجور والمرتبات والمعاشات إلا في حدود الثرس هقوله الإجابة غلط في حدود الربع يبقى في حدود الربع مش في حدود إيه التلت لا يجوز الحجز على الملكية الزراعية في حدود خمسة أفدينة وملحقت هقوله طبعا الإجابة صح ما ينفعش يتم الحجز في حدود خمسة أفدينة طب لو أنا كان عندي أكتر من خمسة أفدينة هيتم الحجز عليها يبقى في حدود خمسة أفدينة ما ينفعش يتم إيه الحجز عليها بما تفسر لا يجوز الحجزة على الأموال الموهوبة أو الموصع بها مع اشتراط عدم جواز الحجزة عليها ليه ما ينفعش يتم الحجزة عليها هقوله ده نتيجة إن إحنا بنقول إن إحنا بنحترم إرادة المتبرع وحريته في التصرف فيه أمر ده مش بيمس إيه بالنظام العام أنا عندي عربية عندي أرض عندي شقة أنا تبرعتي بيها أو قلتها دي وصية لحد إنه هو ياخدها يبقى في الحالة دي ما ينفعش يتم الحجزة عليها ليه لإن أنا هنا كمتبرع لازم يتم إحترام إرادتي وحريتي في إن أنا بتصرف إيه في الشيء بتاعي طالما ما يمسش إيه النظام العام طب بما تفسر لا يجوز الحجزة على الأموال اللي بتكون لازمة لسنة ورفق العامة هقوله لإنها بتؤدي إيه بتؤدي خدمة عامة للجمهور أو للدولة أو للأفراد في المجتمع وهنا بيكون هدفها إيه تحقيق المصلحة العامة يبقى بالتالي لا يجوز الحجزة على إيه؟ على الأموال اللي بتكون لازمة أو مخصصة لسنة إيه مرافق عامة لا يجوز الحجزة على ودائع صندوق التوفير وشهادات الاستثمار إلا فيما يجاوز ثلاثة آلاف جنيه هقوله الإجابة غلط إلا فيما يجاوز خمسة آلاف إيه جنيه هناك ثلاثة طرق للحجز أو أعرفك إن فيه سند تنفيذي صدر إيه؟ بإنها يتم الحجزة عليك ومضي إيه؟ يوم على الأقل بين الإعلان وبين توقيع الحجزة على إيه؟ على أموال المدينة طب يجد بقى قبل توقيع الحجز إعلان السند التنفيذي المين؟ أدي السؤال بشكل مختلف بما إن أنا خلاص بقى فاهمة المعلومة فأنا هعرف حل السؤال بأي إيه؟ بأي شكل مختلف ومضي قد إيه على الأقل بين الإعلان وتوقيع الحجز هقوله يتم إعلان السند التنفيذي للمدين ومضي يوم على إيه؟ بين الإعلان وإيه؟ وتوقيع الحجز طب ما هي شروط صحة حجزة المنقول لدى المدين؟ هقوله إيه؟ يجب أن يتم الحجز في المكان المكان الذي توجد فيه الأشياء المراد حجزها أول حاجة هي أن يجب أن يتم الحجز في المكان اللي بيتوجد فيه الأشياء اللي يتم حجزها اتنين عدم موجود الحاجز عند توقيع الحجز ليه؟ لو الحجز موجود عند توقيع الحجز مش ممكن تحصل مشدات ممكن تحصل عرقلة في التنفيذ ممكن تحصل مشدات خناءة ممكن تحصل مشكلة بينه وبين المدين إيه بلحالة دي الحجز بقوله إنت ما تبقاش موجود ساعة ما يتم التنفيذ منعا لحدوث اي مشاكل وعشان يتم التنفيذ بشكل ايه بشكل كويس وبشكل كويس سهل وبشكل ايه قانوني ضرورة حضور احد مأموري لضبط امتى لما يكون فيه كسر ابواب ده مهم او ان يكون حاضر ايه مأمور من مأموري الضبط لما يكون فيه عملية كسر ابواب عشان ما يبقاش فيه اي شبهة ايه جنائية طب الحجز يكون ايه اذا لم يحرر فيه محضر فيه مكان توقيعه يبقى الحجز هنا باطل لان ما تمش تحريره في ايه في محضر في مكان توقيع ايه الحجز يجب ان يجري الحجز بموجب محضر يسمى ايه محضر الحجز يبقى لازم ان يجري الحجز بموجب محضر ايه بيسمى محضر الحجز بما تفسر يجب تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية اللي بيكون وقع في دائرتها الحاجز إن لم يكن فيها موطنه إيه؟ الأصل ليه؟ حتى تعلن إليه كل الأوراق الخاصة بإيه؟ بالتنفيذ هنعلنها فين؟ هنعلنها في الموطن المختار لإيه؟ لهذا الحاجز في البلدة اللي بيها إيه؟ اللي فيها مقر محكمة المواد الجزئية طب يكون الحجز ايه اذا تخلى في البيان الخاص بمحل الحجز هيكون الحجز هنا باطل احنا معيناش محل الحجز يبقى الحجز هنا يعتبر ايه باطل نقط هي ما يتخذ من اجراءات بعد توقيع الحجز بهدف المحافظة على المال المحجوز من تصرفات ايه المدين التي ربما يكون بها اضرارا بلدائن يبقى الاجابة ايه الحراسة بمجرد ما ايه بهايه الاجراءات اللي بتتخذ بعد توقيع الحجز بعين حارس على الشئ ده ليه عشان احافظ على المال المحجوز لا من اي تلاعب فيه او من اي سرقة من اي تبديد ممكن يعملوا المدين في ايه في الاشياء اللي تم ايه الحجز عليها عشان يضرب مين بلدائن اللي هو ايه الحاجز يعتبر الحارس من اعوان مين الحارس يعتبر من اعوان القضاء هو بيعين القاضي او بيساعده في ان هو بيحرص الاشياء دي لحد ما يتم البيع بايه بالمزاد العلني للاشياء اللي تم حجزها طب يعتبر الحارس وكيلا عن الحاجز او المحجوز عليه لا انا كحارس ولا وكيل عن ده ولا وكيل عن ده انا واحد من اعوان القضاء بروح احرص الاشياء دي لحد ما يتم ايه البيع ما هو الجزاء اللي بيترتب بقى على ان الحارس ده استعمل الاشياء المحجوزة او استغل لها يحرم من اجرة الحراسة وبيلزم بايه بالتعويضات طب اذا كان بقى الحارس حائزا للمنقولات المحجوزة فانه يستحق اجرا هقوله لا لا يستحق اجري ليه لانه هو حائز بالفعل للمنقولات ايه المحجوزة طب يلتزم بقى الورصة بابلاغ وفاة الحارس للحاجز او للقاضي لازم يبلغوا ان الحارس توفى وتخلفهم عن فعل ده بيلزمهم بانهم ايه يدفعوا طبعا تعويض ليه لانهم ما بلغوش ان الحارس توفى طب يبلغوا المين للحاجز او للقضاء ومين اللي بيبلغ هم مين الورصة عدم اعلان المدين المحجوز عليه بمحضر الحاجز بيؤدي الى ابطلان ايه البيع الاجابة ايه هقوله صح يبقى عدم اعلان المدين المحجوز عليه بمحضر الحاجز بيؤدي الى ان البيع مش هيتامل ان احنا ما اعلنهوش بايه بمحضر الحاجز من الضوابط بقى الزمنية التي يجب مراعطها في تحديد يوم البيع ضرورة مرور قد ايه كم يوم على اعلان المدين بمحضر الحاجز ثمانية ايام يبقى لازم يكون ايه مر ثمانية ايام واتفقنا قبل كده ليه انا بديك مهلة ثمانية ايام عشان اديك مهلة او اديك فرصة ان انت تسدد الدين اللي عليك عدت ثمانة ايام وانا ما سددتش الفلوس اللي عليها في الحالة دي ايه بيتم الحجز وبيتم البيع بالفعل يبقى انا لازم اديك مهلة قبل ما يتم البيع اللي هو بين البيع وبين الحجز ليه اللي هو ثمانية ايام عشان اديك فرصة ان انت تسدد الدين اللي عليك او ان انت تتصرف الفلوس باي طريقة ان انت تسد ايه الدين اللي عليك عشان ما يتمش ايه البيع طيب بما تفسر من الضوابط بقى الزمنية اللي يجب مراعطها في تحديد يوم البيع ضرورة مرور يوم على اتمام الاعلان ليه كيتم اعلان اكبر عدد من الاشخاص اللي عندهم رغبة في انهم يشتروا الشيء اللي هيتم ايه بيعه يبقى من الضابط الزمنية ان انا لازم اسيب يوم بين الاعلان وبين تمام البيع ليه عشان اي شخص عنده الرغبة في انه هو يشتري الشيء ده او ايه هو عايز يشتريه يتقدم بايه بانه هو يشتريه يجري البيع في المكان الذي يوجد فيه الاشياء المحجوزه او في اقرب سوق طبعا صح يتم الاعلان عن البيع بوسيلتين ايه هم اللصق والنشر يقوم المحضر يقرر المحضر رسو المزاد على صاحب اعلى عطاء مقدمة له طبعا صح اوجب القانون ان يكون دفع الثمن ممن رسع عليه المزاد مؤجرا لا طبعا فورا هو بمجرد ما يتم رسو المزاد على شخص لازم يدفع المبلغ ايه فورا متى يوجب القانون على معاون التنفيذ ان يكف عن المضي في البيع اذا نتج عنه مبلغ كافي للوفاء ايه لوفاء الديون المحجوزة من اجلها هي والمصاريف يبقى بمجرد ما يتوفر الفلوس احنا بيعنا كذا حاجة وبناء على البيع ده توافر الفلوس اللي هيتم سداد بها الدين بقول لهم خلاص هنوقف البيع القانون هنا بيقول اوقف البيع ومش هيتم ايه مش هيتم بيع بقية الحاجات اللي بيملكها مين هذا المدينة طب تعالوا بقى نتكلم عن الدرس التالت النهاردة اللي هو الحجز التحفظي على المنقول اول حاجة هنعرف الحجز يعني ايه الحجز هو وضع المال تحت يد القضاء سواء كان هذا المال عقار او كان منقول يعني شيء ثابت في الارض محل مطعم شركة مثلا كتعة ارض بيت ايا كان عقار او منقول يعني شيء يمكن ناكله من مكان لمكان بقصد ايه اني بمنع صاحبه من التصرف فيه تصرفا بيدر بحقوق من اوقع الحجز عليه من ايه من الدانين يبقى انا كقضاء هنا القضاء بقول ايه بقول ان انا بحط الشيء ده تحت يد القضاء وزي ما قلنا بعين عليه حارس عشان امنع المدين او ان هو اللي هو صاحب المنفعة بقصد منع منع صاحبه من التصرف فيه بمنعك ان انت تتصرف فيه سواء بالتبديد بقى بالسرقة بان انت تبيعه من انت تهلكه تعمل فيه اي حاجة عشان تضر بحقوق اللي اوقعه الحجز عليك من الدائنين اللي هو مين الدائن اللي هو لي ايه حقوق عليك او اللي هو ليه الدين طب طبيعة الحجز بقى الحجز هو وصف اجرائي بيلحق بالمال المحجوز فيجعله محل لايه للتنفيذ طيب اجراءات بقى الحجز بيحقق دورين اجراء الحجز هنا ليه دورين اول حاجة دور مدي وبعدين دور قانوني تعالوا نشوف الدور المدي دور المدي اللي هو ايه تعيين المال محل التنفيذ طب الدور القانوني هو ترتيب مركز قانوني جديد بالنسبة لهذا المال فيجعله محلا لايه محل للتنفيذ عليه وايه وبيتم بناءا عليه ايه البيع وسدد الدين طب انواع بقى الحجز فيه عندي حجز تنفيذي وفيه عندي حجز تحفظي تعالوا بقى نشوف في الحجز التنفيذي اللي هو ايه ايه اي وضع اموال المدين تحت ياد القضاء زي ما للسائلين بيتحجز عليها وبيتم بيستفائل دائن الحاجز لحقه من هذه ايه الاموال اللي تحت ايه تحت ياد القضاء او من ثمنها بعد البيع في ايه في المزاد العلني بواسطة مي بواسطة طبعا السلطة العامة يبقى ده اسمه ايه حجز تنفيذي تعالوا شوف بقى مع بعض الحجز التحفظي اللي هو ايه هو منع المدين من التصرف في المال المحجوز اضرارا بحقوق الدائنين ويقصد دي ايه اتخاذ اجراءات تحفظية بتحمي حق الدائن وتحافظ على اموال المدين بوضعها تحت يد ايه القضاء طب اوجه بقى الاختلاف بين الحجز التحفظي والحجز التنفيذي هما بيختلفوا في ايه هقوله اول حاجة بالنسبة للسند التنفيذي لا يشترط وجوده لاجراء الحجز التنفيذي يبقى السند التنفيذي مش شرط يكون موجود عشان يتم الحجز التنفيذي اما بقى في الحجز التحفظي لازم يكون موجود السند التنفيذي يبقى ما بيشترطش وجوده لاجراء الحجز التحفظي اما السند التنفيذي لازم يشترط وجوده لاجراء ايه الحجز التنفيذي طب تعالوا نشوف تاني حاجة من اختلاف اللي بينهم من بعض بالنسبة لمقدمات التنفيذ هقول له الحجز التحفزي لا تصبقه مقدمات تنفيذ يبقى الحجز التحفزي مالوش اي مقدمات طب الحجز التنفيذي بقى لازم تصبقه مقدمات تنفيذ يبقى لازم يكون فيه الاول مقدمات في التنفيذي اما التحفزي مالوش ايه مقدمات تالت حاجة من الاختلافات اللي بينهم الحجز التحفزي بيرد على المنقولات فقط وليس العقارات يعني على شيء منقول مش عقار اما بقى الحجز التنفيذي بيرد على المنقولات والعقارات يبقى عرفنا دلوقتي الثلاثة او الثلاث حاجات اللي هما اوجه الاختلاف بين مين؟ بين الحجز التنفيذي والحجز ايه؟ التحفزي رابع حاجة لا يشترط الحجز التحفزي ان يكون حق الدائن معين المقدار ولكن يكفي انه هو يكون ايه؟ حقه محقق الوجود وحل الأداء يعني بالفعل موجود انما مش شرط يكون معين المقدار احنا مش شرط يكون عارفين ايه؟ طب في الحجز بقى التنفيذي لازم يكون حق الدائن معين المقدار وحل الأداء ومحقق الوجود يبقى لازم يكون الشيء اللي هو الحجز التنفيذي لازم يكون الحق اللي هو حق الدائن معين المقدار وحل الأداء ومحقق الوجود طب قلنا في التنفيذي في التحفزي لا قلنا في التنفيذي مش شرط يكون في التحفزي مش شرط يكون معين إنما لازم يكون محقق الوجود وحال الأداء كامس حاجة تغضع مسئولية الحاجز في الحاجز التنفيذي إذا حكم ببطلانه أو إلغاءه للقواعد العامة فلا يعاقب ولا يسأل عن التعويضات إلا إذا ثبت خطأ وسوء نيته يبقى لو ثبت خطأ وسوء نيته يبقى يسأل عن التعويضات وبيتم معاقبته طب تعالوا بقى نشوف الحاجز هنا في الحاجز التحفظي إذا حكم ببطلانه أو بإلغاءه يجوز الحكم عليه بغرامة إيه؟ لا تجاوز أربعمائة جنيه وكذلك التعويضات لإيه؟ للمحجوز عليه ساتة حاجة الحاجز التحفظي إجراء وقتي يتخذ الحاجز على مسئوليته وبالتالي يتحمل التعويضات عند إيه؟ إلغاءه طب تعالوا نشوف بقى في الحاجز التنفيذي بيقول لي بتخضع مسئولية الحاجز للقواعد العامة في المسئولية إيه؟ التقصيرية طب حريتها الدائم بقى في اختيار نوع الحاجز والإلتزام بإجراءاته هقول له أول حاجة إذا كان المال منقول مادياً منقول مادي في حيازة المدين بتعين التنفيذ عليه بطريق الحاجز المنقول لدى إيه؟ المدين يبقى لو كان الشيء ده منقول مادي يبقى في الحالة دي إيه؟ بيتم الحاجز عليه عن طريق إيه؟ حاجز المنقول لدى المدين يبقى الحاجة دي موجودة مع المدين يبقى منحجز إيه؟ عليها طيب بعد كده بيقول لي إيه؟ إذا كان المال المراد التنفيذ عليه حقاً في زمة الغير بقى اللي هو اسمه المحجوز لديه يعني الشيء ده موجود عند الغير مش موجود عندي أنا كمدين أو منقولا ماديا في حيازة الغير تعين سلوك طريق حجز مال المدين لدى الغير يبقى هنا بيتم حجز مال المدين إيه؟ لدى الغير طب إذا كان بقى عقار يبقى يتم الحجز عليه بإجراءات إيه؟ التنفيذ على عقار تعالوا بقى نشوف شروط توقيع الحجز التحفظي إيه هي شروطه؟ أول حاجة أن يكون الحاجز حامل لكمبيالة أو سند إزني وبها دين ثابت للدائن اتنين أن يكون المحجوز عليه تاجرا تلاتة أن يكون المحجوز عليه ملتزما بالوفاء بمقتضى الكمبيالة أو السند الإزني أي له توقيع عليهم زي المصحوب عليه القابل أو المظاهرين أو الساحب يعني هو موقع عليهم بالفعل تمام؟ أربعة أن يتخذ الحاجز الإجراءات التي يستلزمها قانون التجارة لإمكان الرجوع على المحجوز إيه؟ عليه أنا خدت كل الإجراءات اللي بيقولي عليها قانون التجارة عشان أقدر أرجع على المحجوز عليه زي إيه؟ زي بروتوسطو عدم الدفع ودخل نفسنا تانية إيه هو بروتوسطو عدم الدفع؟ هو ورقة رسمية من أوراق المحضرين بيثبت فيها الحامل إن امتناع المصحوب عليه بقول إن المصحوب عليه امتناع عن الوفاء في معادل استحقاق فهنا بيروح المحضر الحامل بيقول إن بيثبت في ورقة رسمية إن المصحوب عليه امتناع عن الوفاء في معادل استحقاق وده اسمه بروتوسطو عدم إيه؟ الدفع يبقى هي ودي الإجراءات اللي بياخدها إيه؟ الحامل طب شروط بقى توقيع الحاجز التحفظي في مواجهة المستأجر أو المستأجر من الباطن أولاً بالنسبة للحاجز يشترط في الحاجز إيه؟ إن هو يكون مؤجر لازم يكون مؤجر طبعاً اتنين أن يكون مؤجر لعقار مش منقول مؤجر لشقة مؤجر مثلاً لمصنع لمشغل لمكتب يبقى مؤجر لعقار مش لشقة منقول ثانياً بالنسبة بقى للمحجوز عليه يشترط فيه إيه؟ إن هو يكون مستأجر يعني هو اللي مؤجر يجوز توقيع الحاجز على المستأجر من الباطن إذا كان مؤجر الشقة ده من الباطن إذا كان عقد الإجار ليه إيه؟ صحيح طالما عقد الإجار صحيح حتى لو كان مؤجر إيه؟ من الباطن فليساً بالنسبة للديون التي يحجز من أجلها كل الديون المستحقة للمؤجر التي يضمنها حق الإمتياز هو ليه الإمتياز إن هو يستوفر أجر بتاعته؟ يجوز توقيع الحاجز عليها وفاء لإيه؟ لإيه؟ لسداد الديون طيب رابعاً بقى بالنسبة للمنقولات التي يجوز الحاجز عليها هقوله يجوز الحاجز على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودين بالعين ايه؟ بالعين المؤجرة طب زي ايه؟ زي الأثاث والبضائع والآلات الزراعية والمحاصيل الناتجة من المؤجرة يبقى كل الحاجات اللي بتكون موجودة فيها اللي هي الثمرات والمحصولات اللي بتكون موجودة في العين المؤجرة يجوز الحجز ايه؟ على هذه الأشياء ايه؟ المنقولة طب حجز مال المدين بقى لدى الغير هو الحجز الذي يوقع تحت يد غير المدين على حق للمدين في زمته أوعين منقولة مملوكة للمدين في ايه؟ في حياسته يبقى الحاجات دي موجودة مملوكة للمدين في ايه؟ في حياسته طب الهدف بقى من حجز المال المدين لدى الغير احنا بنهدف من كده ايه؟ هو منع الغير ده بمنع الغير ده انه هو يوفي بهذا الشئ ده اللي هو تحت يده او يسلمه للمدين انا بقولك انا حجزت على الشئ ده فمش من حقك انت كغير ان انت ترجعوا للمدين او تسلمهولو او توفي بالدين ده وذلك بقوله ده ليه؟ عشان ده تمهيد لاقتضاء الحاجز حقه من ايه؟ من المال اللي هو موجود ده اللي هو المال المحجوز او من ثمنه بعد ايه؟ بعد البيع بالمزاد ايه؟ العلني طب تعالوا بقى نشوف اطراف حجز مال المدين لدى الغير من هما؟ الحاجز اللي هو يحجز على الشئ اللي هو اللي ليه دين او اللي عايز فلوسه اللي هو الدائن المحجوز عليه دين او عايزين ناخد منه الفلوس المحجوز لدىه اللي هو الغير اللي المدين ده سيب عنده شيء فالحاجز بivot ايه؟ عالشيء اللي موجود عنده يبقى هم 3 أطراف عندي حاجز محجوز عليه محجوز لديه الحاجز هو الدائم اللي عايز الفلوس بتاعته اللي عايز الدين بتاعه طب المحجوز عليه بقى هو المدين اللي بنحجز على أمواله تمام يبقى بحجز على أموالك لأن أنا عايز أستوفي الدين بتاعي منك اللي هو أنا الحاجز طب المحجوز عليه بقى هو اللي الحاجز بيحجز على الأموال عنده هيقول لي طب أنا مالي أنا من الغير هقول له الحاجة اللي عندك دي بتاعت مين المدينة اللي هو المحجوز المحجوز عليه يبقى في الحالة دي أنا بحجز على الأشياء دي عندك اللي هو المحجوز لديه أو الغير مين اللي بيحجز الحاجز بقولوا أنا أحجز على الأشياء دي عندك وقلنا ليه تمهيدا لبيعها بالمزاد العلني عشان يتم استفاء حقوق الحاجز منها فبمنعه أنه هو يرجع الحاجة دي مرة تانية المين بقى حقراص كده في منها يبقى رجع الحاجة المين للمدينة اللي هو المحجوز عليه عليه طب نشوف بقى الحاجز هو الذي يتخذ اجراءات الحاجز هو اللي بياخد اجراءات الحاجز برفع القضية وبطلب الحاجز على مين على المدين اللي هو مين المحجوز عليه يبقى المحجوز عليه هو المدين المباشر ايه للحاجز المحجوز لديه يطلق عليه الغير وهو الذي يتم الحاجز تحت يده على الاموال والحقوق التي يدين بها مباشرة الى ايه الى المحجوز عليه تعالوا نقول مثال في عندي ثلاث اطراف واحد اسمه عمر واحد اسمه آسر واحد اسمها هنالا عمر ده مين عمر ده المدين المدين اللي هو ايه مالك عقار بيأجره انا عندي شقة انا مأجره شقة اللي هو انا عمره انا عمر مأجره الشقة اللي هو مين المدين طيب فيحجز ايه فيحجز آسر الدائن اللي هو مين آسر الدائن يبقى آسر هو الدائن هنا عندنا يبقى هو اللي بيحجز ايه على الايجار المستحق عندي مين عند نالا اللي هي اللي مأجره الشقة يبقى فيه واحدة اسمها نالا مأجره الشقة بتدفع ايه ايجار هي لها علاقة بالدين او الدائن انا مليش علاقة بس أنا هنا إيه؟ اسمي إيه؟ الغير اللي هو المحجوز لديه اللي هو أنا بمفروض بطفع الإيه جار هتفعل مين؟ هتفعل عمر المدين اللي هو أنا عايزة أخذ منه الدين بتاعي تعال بقى أنت يا آسر اللي هو الدائن بجأ أقول إيه؟ أنا هاخد الفلوس اللي هي الأجرة أنا هاخد دي أحجزها عندي وبالتالي دي أنا إيه؟ بستوفي منها إيه؟ حقي أو أن يقوم الدائن بالحجزة على أموال مدينه الموضعة في أحد البنوك يبقى هنا البنك هو إيه؟ هو الغير اللي عنده الفلوس يبقى أنا هنا كدائن بحجز على الأموال اللي بتكون موجودة فين أو موضعة فين في البنك اللي هي بتاعت مين؟ المدين طيب قواعد بقى هذا الحجز وأحكامه يجوز للدائن أن يتخذ إجراءات حجز مال المدين لدى الغير دون حاجة إلى اتخاذ مقامات مقدمات التنفيذ من إعلان السند التنفيذي والتكريف بالوفاء يبقى أنا هنا ما باخدش مقدمات إيه؟ تنفيذ اتنين يا جزد الدائن إجراء هذا الحجز ولو لم يكن بيده سند بحقه تنفيذ بحقه يبقى أنا هنا من حق أن أنا إيه؟ أكون بعملية إيه؟ الحجز حتى لو أنا ما معيش سند تنفيذي ولكن يتعين على الدائن أن يحصل على إذن بتوقيع الحجز من قاضي إيه؟ التنفيذ يبقى هنا أنا بكون بالحجز بكون بإجراء الحجز حتى لو أنا مش معايا سند تنفيذي ولكن لازم هنا أنا كدائن أعمل إيه؟ أحصل على توقيع من مين؟ توقيع الحجز من مين؟ من قاضي التنفيذ ثلاثة يا جزد الدائن توقيع الحجز على أموال المدين لدى الغير ولو كان الحكم بيده غير واجب النفاذ يعني هنا الحكم لسه مش واجب إيه؟ النفاذ متى كان الدين ثابت في هذا إيه؟ في هذا السند ومعين المقدار وهنا لا يلزم الحصول على إذن من مين؟ من قاضي بقى التنفيذ لتوقيع الحجز ليه؟ لأن هنا السند الدين هنا عندي إيه؟ مثبت فيه الدين ومعين المقدار وإيه؟ ومكتوب في أنه هو حل إيه؟ الأداء أربعة إذا بدأ الدائن في اتخاذ إجراءات لإجراءات لإستفاء حقه فإن حجز مال المدين لدى الغير بيصبح حجزا تنفيذيا وبيلزم إجراءه لإجراءه توافر إيه؟ الشروط والإجراءات اللي بيستلزمها القانون هنا عشان يتم توقيع إيه؟ الحجز التنفيذي طيب تعالوا بقى نشوف محل حجز مال المدين لدى الغير هقوله أولا المنقول المادي الذي في حيازة الغير ثانيا حق دائمي يعني كل حق للمدين لدى الغير محله مبلغ من النقود خلاص يبقى كل حق للمدين لدى الغير يكون محله إيه؟ مبلغ من النقود بيتم طبعا الحجز عليها بنحجز عليها عن طريق إيه؟ عن طريق حجز مال المدين لدى الغير اللي إحنا لسه إيه؟ أيلنها طيب كيفية بقى الحجز على مال المدين لدى الغير؟ وإحنا بنحجز على الأموال دي إزاي؟ هقوله لإجراءات بقى الحجز بتمر بإيه؟ عندي ثلاث مراحل أول مرحلة إعلان ورقة الحجز للمحجوز لديه يعني بقوله إنت يا غير أنا بقولك هن فيه ورقة إيه؟ فيه ورقة حجز يبقى بعلنها المين؟ للمحجوز عليه طب أنا بعلنها له ليه؟ عشان الأشياء موجودة عنده بالفعل اتنين إبلاغ ورقة الحجز للمحجوز عليه ببلغ المحجوز عليه اللي هو المدين بإن بالفعل فيه ورقة إيه؟ حجز يبقى ببلغه بيها تقرير المحجوز لديه بما فيه زمته بقوله تعالى يا غير أو المحجوز لديه قل لي إيه اللي موجودة عندك في زمتك أو إيه الحاجات اللي موجودة عندك اللي هي بتاعة المدين زي مثال مثلا اللي قلناه من شوية اللي هي الأجرة هيقول أنا مثلا عندي ألف جنيه أجرة عندي خمس تلاف جنيه أجرة يبقى هنا بيحدد لي إيه؟ هو بيحدد لي إيه اللي في زمته أو بطلب من البنك اللي هو المحجوز عليه بقوله بعد إذنك لو سمحت عرفني إيه اللي موجودة عندك يخص هذا المدين عشان يتم إيه؟ الحجز عليه طب أولا بقى إعلان ورقة الحجز المحجوز على ديه اللي احنا لسه قلنا هو إعلان يوجه من نائب الدائن الحاجز إلى مين؟ إلى المحجوز لديه بيطلب منه إن هو يمتنع عن تسليم المال محل الحجز إلى مين؟ إلى المدين أو الوفاء به إيه ليه؟ زي ما لسه قيلين ليه أنا ببلغه عشان ده تمهيد لإيه؟ تمهيد للبيع يبقى بالتالي للحجز وللبيع يبقى بقولك إيه؟ ما تسلموش المال اللي إيه اللي هو محل إيه؟ الحجز طب البيانات بقى اللي يجب أن يشتمل عليه إعلان الحجز أول حاجة صورة السند التنفيذي بعد كده بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف الأخرى اللي عليه يبقى لازم يتم إثبات إيه؟ بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وكل الفوائد والمصاريف التانية تلاتة نهي المحجوز لديه عن الوفاء بما تحت يده أنا بنهيك عن أن أنت توفي بالفلوس دي أو باللي تحت إيديك لمن؟ إلى المحجوز عليه اللي هو المدين أو تسليمه إيه؟ إيه؟ أربعة تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر إيه؟ محكمة المواد الجزئية اللي بيكون تابع لها إيه؟ موطن مختار الموطن إيه؟ المحجوز لديه وقلنا ليه بعين موطن مختار عشان يتم إرسال أي أوراق للإعلان إيه؟ أو أي أوراق للحاجز إيه؟ لهذا الموطن المختار طب تكليف بقى المحجوز لديه أن يكرر بما فيه زمته خلال قد إيه؟ 15 يوماً وبتحسب المدة دي من إيه؟ من يوم حصول إعلان ورقة الحاجز المين للمحجوز لديه؟ طب يكون بقى الحاجز باطل إمتى؟ إذا لم يشتمل الإعلان على بيان من البيانات الثلاثة الأولى اللي إحنا لسه قيللهم طب ولا يكون الحاجز باطل إمتى؟ إذا لم يشتمل الإعلان على البيان الرابع وإيه؟ والخامس إذا أول ثلاثة بيقول لي إذا ما كانوش موجودين في الإعلان يعتبر الحاجز إيه؟ باطل طب الرابع والخامس بيقول لي لا يكون الحاجز باطل إذا ما كانوش موجودين في إعلان إيه؟ في الإعلان طيب ثانياً إبلاغ ورقة الحاجز للمحجوز عليه؟ يجب إبلاغ الحاجز إلى المحجوز عليه بذات ورقة الحاجز إمتى؟ بعد إعلانه بعد إعلانها إلى المحجوز إيه؟ لديه وبيتم هذا الإبلاغ طيب كمان خلال ثمانية أيام إمتى بقى اللي بيكونوا تاليين لإعلان الحجز المين للمحجوز عليه وإلا يعتبر هنا إيه الحجز كأنه ما كانش كأن لم يكن مش بس باطل لأ ده كأن إيه لم يكن ثالثا بقى تقرير المحجوز لديه بما فيه زمته هنا يقتضي أن يكون الحاجز دائنا للمدين المحجوز عليه ويكون المحجوز عليه دائنا للمحجوز لديه اللي هو إيه الغير يبقى هنا لازم يكون الحاجز دائن للمدين يبقى أنا كحاجز أنا دائنا للمدين اللي هو المحجوز عليه طب والمدين المحجوز عليه بقى اللي هو المدين لازم يكون دائن للمحجوز عليه المثال اللي إحنا قمناها من شوية اللي هو المحجوز عليه المحجوز لديه مفروض أنه بيوفي بالأجرة يبقى أنا كمدين أو كمحجوز عليه لازم أنا بدينك بإيه بالأجرة يبقى أنا ليه عندك دين اللي هو الأجرة فبيجي الحاجز اللي هو الدائن بيحجز على الأجرة اللي موجودة عند المحجوز لديه بيقوله ما تديش المحجوز عليه هذه الأجرة لأن أنا عايزة استوفي حق إيه منها طيب تعالوا نشوف بقى الملزم بالتقرير بما فيه ألزمة مين هو هو المحجوز لديه لأنه هو اللي موجودة عنده الحاجة اللي هو الغير أو النائب بتاعه القانوني أو وكيله الخاص زي مثلا المحامي بتاعه بشرط أن يكون إعلانه بالحجز قد تم إيه وكانت ورقة الحجز بتتضمن تكليفه بإيه بالتقرير يبقى هو اللي ملزم بأنه هو يقول إيه اللي في زمته بشرط أن يحصل إيه أن تكون ورقة الإعلان بالحجز تم تم فيها إيه وقد تم وكانت ورقة الحجز بالفعل بتتضمن تكليفه بإيه بالتقرير بما فيه زمته طب إيه بيانات بقى اللي يجب أن يشتمل عليها التقرير بما فيه زمته كمحجوز لديه واحد مقدار الدين المحجوز إذا كان واردا على دين معين بالذات إحنا بنتكلم على دين معين يبقى لازم تحدد لي مقداره لأن إحنا هنا محددين إيه؟ الدين إحنا نتكلم على دين معين يبقى أنت أقول لي إيه؟ إيه هو مقدار الدين اللي عندك أما إذا كان بقى الحجز عاما ما فيش تحديد لمقدار الدين فإنه يجب بيان كل الجيون اللي موجودة عندك كمحجوز لديه اللي هي تخص مين؟ المحجوز عليه يبقى كل حاجة موجودة عند المحجوز لديه تخص المحجوز عليه هو مدينك بيها لازم تقول لنا إيه هي ده إذا كان الحجز إيه؟ عام اتنين بيان حصري بالمنقول إذا كان الحجز قد وقع على منقول معين بالذات إحنا هنا بنتكلم على منقول معين بالذات يبقى لازم تحصر هذا المنقول يعني تكتبهولي بشكل حصري خلاص؟ وإذا كان الحجز برضو هنا عام فإنه يجب بيان تفصيلي بكل المنقولات اللي موجودة عندك كمحجوز لديه تخص برضو مين؟ المحجوز عليه بيان سبب الدين أي مقداره وسبب وجوده وجود المنقول لدى المحجوز عليه يبقى لازم تقول لي إيه؟ سبب الدين أي مقداره وسبب إيه؟ وجود هذا المنقول إيه؟ لدى المحجوز إيه عليه هو موجود عندك ليه؟ أربعة أسباب انقضاء الدين ولو انقضى بالكالوفاء أو التقاضم يبقى لازم تقول لي أسباب انقضاء الدين هو انقضى ليه؟ خمسة أسباب خروج المنقلات المملوكة للمدين دي من حياسته هي ليه خرجت من حياستك كمدين ستة الحجوز التي سبق توقعها تحت يده لازم نذكرها طب إيه حالات الإعفاء من التقرير بما فيه الزم يعفى المحجوز لديه من التقرير بما فيه الزم فيما يلي إذا أوضع المحجوز لديه مبلغ مساوي للدين المحجوز من أجله وخصصه للوفاء بدين إيه؟ الحاجز يبقى هنا المحجوز لديه حط مبلغ مساوي للدين اللي هو المحجوز من أجله وخصصه للوفاء بدين إيه؟ الحاجز يبقى هنا بيعفى من إيه؟ من إن هو يعمل تقرير بما فيه زمته لأن أنا أددتكم مبلغ إيه؟ مساوي للمبلغ اللي هيتم الحاجز عليه طب إذا أوضع بقى المحجوز لديه ما فيه زمته خزانة المحكمة اللي تابع ليها أنا كل اللي عندي حطته في خزانة المحكمة اللي تابع ليها هل هنا حد هيقول لي يعملي تقرير لا ليه لان انا خلاص حطيك كل اللي معايا فين في خزانة المحكمة طب جزاء بقى الاخلال بواجب التقرير بما فيه الزمة ايه هو الجزاء هقول له واحد الزام المحجوز لديه اللي هو الغير بتعويض الضرر اللي بيكون ناشئ عن ايه عن تقسيره بقى او اهماله او غشه في ان هو ايه يقدم تقرير بما فيه زمته اتنين الحاجز بيطالب بالزام المحجوز لديه انا هنا كحاجز اللي هو الدائن بطالب المحجوز لديه شخصيا بالحق اللذي يتم التنفيذ اقتضاءا له وهنا بتسمى الدعوة اللي بترفع على المحجوز لديه بدعوة ايه دعوة الزام شخصي لان هنا بكلمه ايه بشكل شخصي طيب ايه هي بقى شروط قبول دعوة الزام المحجوز لديه بدين الحاجز هقول له اول شرط ان يكون بيد الدائن الحاجز في السنه التنفيذي لازم يكون معايا سنه التنفيذي سواء كان قد حجز ابتداء بموجب سنه التنفيذي او حصل عليه بعد ايه الحاجز يبقى لازم اول حاجز يكون معايا ايه سنه التنفيذي اتنين ان يطلب الدائن الحاجز توقيع هذا الحاجز منين من المحكمة يبقى لازم يطلب التوقيع الحاجز ده منين من المحكمة تلاتة ان يكون الدائن الحاجز ان يكون الدائن الحاجز مصلحة في ايه من توقيع هذا الحاجز يبقى لازم يكون ليه انا كدائن حاجز مصلحة طبعاً من توقيع الحجز ده يعني أنا إيه؟ يعني أنا ليه فلوس أو عندي دين أنا عايزة أحصل إيه عليه طيب حجز بقى العقار وبيعه التنفيذ على عقار تعالوا نشوف بقى هنتكلم فيه عن إيه؟ أول حاجة إجراء الحجز على عقار بيتم بإجراءين إيه هما؟ التنبيه بنزع الملكية وتسجيل تنبيه نزع الملكية طيب تعالوا نتكلم أول حاجة عن التنبيه بنزع الملكية التنفيذ على العقار يبدأ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار إلى مين؟ إلى المدين لشخصه أو إيه؟ أو في موطنه اللي هو مسكنه يبقى أول حاجة بيبتدي إيه؟ التنفيذ على العقار بيبدأ بإيه؟ بإن أنا بعمله إعلان بنبهه إنه يتم نزع إيه؟ العقار منك طب الإعلان هنا ضروري ليه؟ عشان هو ده يعتبر اسمه إيه؟ مقدمة للحجز على العقار ما أنا ما ينفعش آجي فجأة أقولك إيه؟ يا مدين أنا أحجز على الشقة بتاعتك أنا حجزت عليها خلاص أطلع منها لا هنا الحجز على العقار بيكون بناء على إعلان بيتم قبل إيه؟ قبل التنفيذ يبقى هنا الإعلان ضروري ليه؟ عشان هو يعتبر مقدمة من مقدمات إيه؟ التنفيذ طيب يبيانات إعلان التنبيه بنزع الملكية واحد بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب للوفاء به وتاريخ إعلان إيه؟ السند ده لازم يكون موجود إيه؟ دي من دن إعلانات إيه؟ التنبيه بنزع الملكية أول حاجة لازم أقول نوع السند التنفيذي وتاريخ السند التنفيذي ومقدار الدين اللي يتم الحجز عليه أو اللي يتم الوفاء به وتاريخ إعلان السند اتنين إعذار المدين بأنه إذا لم يقم بالوفاء لو أنت ما قمتش بالوفاء بالدين اللي عليك سوف يسجل تنبيه نزع الملكية وسوف يتم بيعه جبرا عن طريق المزاد العلني عشان يتم استفاء حقه ثلاثة وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وذلك بالتطبيق لأحكام الشهر العقاري يبقى العقار ده أو الشيء ده لازم يتم بيان موقعه ومساحته وبحدد كل حاجة فيه ده بناء على تطبيق لأحكام الشهر العقاري أربعة تعيين موطن مختار للدائنة المباشر لإجراءات التنفيذ الجبري في البلد التي بها مقر محكمة التنفيذ التي يجري التنفيذ تحت الشفا المكان العقار ده بنشوف أقرب محكمة بيقع في دقيرتها هذا العقار اللي هيتم التنفيذ عليه وهي دي هي المحكمة اللي بيتم تعيين موطن مختار للدائن فيها طيب أثر بقى تخلف بيانات التنبيه واحد تعتبر ورقة التنبيه بنزع الملكية باطلة إمتى تعتبر باطلة بقى؟ إذا لم تشتمل على أول بيانة البيانة الأول والثالث إمتى لو ما كانش البيان موجود الأول أو في بيانه الثالث بتعتبر ورقة التنبيه بنزع الملكية هنا وباطلة طيب بقية البيانات لا يترتب على تخلف ببطلب البيانات بطلان ورقة التنبيه بنزع الملكية ما بتعتبرش الورقة هنا ايه بطلة طب تعالوا نشوف بقى ثانيا اللي هي تسجيل تنبيه نزع الملكية هنا بقى على الدائن اللي هو الحاجز اللي هو عايز يستوفي حقه بعد إجراء التنبيه بنزع الملكية انه هو يقوم بايه بتسجيله طبعا طب هيسجله فين في مكتب الشهر العقاري اللي بيكون كائن في دائرةه العقار اللي هو الشيء اللي يتم التسجيل عليه المطلوب التنفيذ ايه عليه يبقى لازم يتم التسجيل فين اللي هو الإجراء التنبيه بنزع الملكية هيسجل في مكتب الشهر العقاري اللي بيكون كائن في دائرةه العقار اللي مطلوب التنفيذ ايه عليه طب ايه هي الحكمة من التنبيه هو احنا ليه بنسجل التنبيه هو حماية تلغير الذي قد يتعامل في العقار المحجوز عليه بعد إجراء الحجز ممكن ناجي اكون انا عايز اقجر شقة لما اجي اقجرها وسجل عجز الإجار في الشهر العقاري الشهر العقاري هيقول لي ايه لا دا فيه حجز واقع على الشقة دي فيه حجز واقع على العمرة دي فيه حجز على المطعم دا يلا بالتالي هو بينبهدي انا من الغير وبيحمي حقوقي وبيحميني عموما من ان انا اتعامل في العقار دا اللي تم ايه الحجز عليه وبيسقط بقى تسجيل تنبيه نزع الملكية وبيعتبر كأن لم يكن امتى بقى اذا لم يوضع من يباشر الاجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع بتاعته خلال ايه خلال تسعين يوما من تاريخ ايه تسجيل التنبيه يسقط تسجيل التنبيه اذا كانت تنفيذ في مواجهة الحائز ولم يكن مباشر مباشر الاجراءات بتسجيل ايه انذار الحائز خلال كام خلال خمسة عشر يوما يبقى هنا بيسقط تسجيل التنبيه لو كانت تنفيذ في مواجهة الحائز وما قامش باجراء مباشرة الاجراءات اللي هي اجراءات تسجيل الانذار خلال ايه خلال 15 يوم طب يترتب بقى على سكوت تسجيل تنبيه النزع الملكية ايه سكوت تسجيل انظار ايه الحاجز. طيب تعالوا بقى نتكلم عن تلت حاجة وهي حجز عقار غير مملوك للمدين. يجوز التنفيذ على مال غير مملوك للمدين. طب ايه هم الحالتين دول? التنفيذ في مواجهة الحاجز والكفيل العيني اي من كفل المدين عند عدم التزامه بقى ده ايه? الدين. انا كفلت المدين قلت ان انا كفيلة ليه ان هو لو مسددش الدين يبقى انا هسدد عنه. يبقى في الحالة دي انا كايه? بحجز على عقار مش مملوك للمدين انما مكفول مين? موجود عند مين عند الكفيل ايه? العيني. طب شروط التنفيذ بقى في مواجهة الحاجز وجود دائن له حق عيني تبعي على العقار وانتقال ملكية العقار او جزء منه بتصرف ناقل للملكية ايه بتسجيله وقال لا يكون الحائز مسؤولا مسؤولية شخصية عن ايه? عن الدين المضمون بايه? بالرهن. طب تعالوا بقى نشوف انظار الحائز اللي هو ايه? مضمون الانظار اللي بيوجهه الدائن الى الحاجز هو تحييره بين ثلاثة امور ايه هما? يا اما تدفع الدين اللي عليك يا اما تخليه العقار يا اما بتتخلى عن العقار بتسيبه عشان هيتم الحاجز عليه واستفاء الدين او تحمل اجراءات التنفيذ الجبري في ايه? في مواجهتك يبقى انا بديك اختيار بين ايه? بين ثلاث ايه? بين ثلاث حاجات. طب تسجيل بقى الانظار يجب تسجيل الانظار اي يؤشر بتسجيله فين? على هامش تسجيل تنبيه نزع ايه? الملكية. خلال امتى? خلال 15 يوم. من امتى بقى? من تاريخ تسجيل التنبيه وإلا بيسقط الحق في ايه? في تسجيل الايه? التنبيه. طيب رابعا بقى تعدد الحجوز. اجاز المشرع تعدد الحجوز على العقار وقد عمل على توحيد الاجراءات. الاجراءات بتبقى موحدة على الرغم من انه بيتم تعدد الحجوز. ايه هنا السبب? وذلك من اجل الاقتصاد في الاجراءات وتوفير الجهد وايه? والمال. طب حالات بقى الحلول يجوز للحاجز اللاحق اللي هو اللي بعد الحاجز الاولاني انه هو يطلب من قاضي التنفيذ انه هو يأذن له في الحلول محل الحاجز السابق عليه اللي هو الاول في تسجيل تنبيه نزع الملكية في السير في الاجراءات وذلك في حالات معينة. ان يكون الحاجز طالب الحلول مصلحة ليه مصلحة تبرر ذلك ان يؤجل حلول الى المحافظة على ضمان حقه واهمال الحاجز الاول في ايه? في انه هو يبشر ايه? اجراءات ايه التنفيذ. طب الاثار بقى اللي بتترتب على الحاجز تقييد سلطة مالك العقار في استعمال العقار واستغراله تقييد حق مالك العقار من التصرف فيه والحق السمر ايه بالعقار. وبكده انا اكون وصلت معاكم لنهاية حلقتنا النهاردة. بتمنى ان شاء الله انتم بتكونوا استفدتوا معايا من شرح مادتنا النهاردة مادة مبادئ قانون المرافعات. الى ان التقي مرة تانية ان شاء الله بيكم على خير. اترككم بازن الله مع دعوات القلبية لكم بالنجاح والتوفيق. زي ما احنا متعودين. بس تنى اي سؤال واي استفسار على فيديوهاتنا اللي بتنزل على موقع قناة مصر للتعليم الفني على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى التليجرام. ما تكونوا نجاح والتوفيق وإلى اللقاء. اشتركوا في القناة